هايدي وصفة الكنافة بالجبن والاشطن الحلويات اللي محبة بعند الكل ودايما منحب نقدمها بأي مناسبة لألنا سواء بالأفراح أو منقدمها بجمعاتنا ومناسباتنا إلى طعم مميز جدا بالتقديم بتكون تعملوها بالعجينة تكون ملونة عجينة الكنافة أو العجينة مثل ما هي هيدا بيرجع لزوجهم أنا استخدمت عجينة الكنافة الجهزة الملونة أخدتها من بيت المون الأردن الفلسطيني متوفر عندهم كل الألوان ودوبنا عنا السمنة رح نحط لها سمنة تكون تحطوا زبدة تكون تحطوا سمنة ما بيأثر استخدامت هيدا النوع من السمن المراعي كتير طيب سمنة المراعي سواء تكون فيها سمنة وزبدة بتعطي نكهة وطعم كتير مميز بتخلو جزق مدوب وجزق مناخدو دوابة جزق لادعكو مع السمنة وخليت جزق متل ما هو دهنتو بأرض الصنية لازم ندهنو بأرض الصنية بهيدا الطريقة وبحط كمية بأنا اللي دوابت الشي 3 معالق طعام أو 4 معالق طعام على عجينة الكنافة حسب مقاس الصنية يعني تدويب السمن حسب مقاس الصنية اللي عنكن كمية السمنة هلأ رح ندعك الكنافة بالسمن اللي انا دوابتها بدك تحطي زبدة بدك تحطي سمنة على زوك وجزق دهنا بأرض الصنية زي ما انتو شايفين ندعكها كتير كويس بأيدينا لتاخد كل السمن اللي دوابناه وحطيناه عليها وبنبدأ هلأ نحطها بأرض الصنية بديك تفرميها على ايدك بالسكينة بديك تقصيصيها بالمقاس بس ما في داعي اذا كبستوها كتير كويس بالتقطيع بتكون سهل وانا احيانا بفرمها على المكانة علشان يكون تقطيعها اسهل بس اذا انتو فدعكتوها كتير منيح وفرقتوا العجينة عن بعضها كمان بيكون تقطيعها سهل عليكم هيدا كله بيرجع للخبرة بالتعامل مع عجينة الكنافة وزعناها كلها بالصنية رح حط هلأ فوق عجينة الكنافة تقل رح حط صنية مقاس العجينة من فوق علشان اكبسها وتاخد تير ضغطة واحدة وتتماسك ببعضها اكتر فبعد ما فردت ووزعتها كتير كويس حطيت عليهم صنية وفوق الصنية حطينا شايفين كيف كبستها حطيت صنية وفوق الصنية بحط تقل تحطوا تقل وتضغطوها كتير منيح ومنخليها على جنب هلأ بدنا نحضر الاشطاء انا من اوائل الوصفات بحسابي اول من فتحت انستجرامي نزلت لكم اشطاء من ايام خواتي الكبار وهيدي الاشطاء القديمي اللي كانوا يعملوا منحط الحليب على النار ومنخليه لا يبدأ بده يسخن منحط عليه خل وبيفرط الحليب بتصير عنا الاريشة مناخد هيد الاريشة شايفين كيف ما تحركوا وهي بتجمع على بعضها بس يبدأ يغلي قطفو النار تحته وخلص صار عنا اريشة الجبن اول هيد الاريشة اللي رح تعطينا طعم الاشطاء منصفية كتير كويس زي ما انتو شايفين صفيتها من المي وبتكبسوها شوي نتأكد انو ما عد فيها هلا حطيت حليب على النار الكميات على زوجكن رح اكتب لكم ياها شي 3 اكواب حليب سائل على النار حطيتون او حليب بودرة انتو بتخلطوه مع المي اللي موجود عنكن لكل كوب حليب رح حط معلقة تنشة مليانة انا حطى 3 كواب ورح اطحن شوية مستكاب تعطيها طعم كتير طيب مع رشة سكر حطيت النشة والسكر والحليب على النار ومنخلطوهم كلهم سوا بس تشوفو الحليب بلش يشتد عنكن شايفين كيف بتقلبوه كتير كويس بس تشوفو الحليب بلش يسخن هايدي عنا الاريشة منضيفه على الحليب اللي احنا صفيناها الحليب عندي بلش يصير يشتد ويتحول لاشطاء حطيت عليا الاريشة وبضيف عليا علبة جامر من الكبيرة استخدامت جامر كادي دي هلأ حطينا الاريشة على الحليب اللي جمت وحطينا الاريشة ومنخلطوهم عشان تستغلو الوقت وما ياخد معكم فترة طويلة انا على طول بطحنهم بهيدي مطحنت الشربة بتصير عندي القشطة ناعمة وما فيها اي كتل وبسرعة بتخلص بدل ما تضلكم تاخدوا فترة طويلة وانتو عم بتحركوها بالمضرب اليدوي لحتالي تدوب القريشة مع القشطة هلأ معلقتين طعام مورد معلقتين طعام مزهر وقلبتها وبطفي تحتها وبتكون عندي القشطة صارت جاهزة استخدموها لأي نوع حلويات بتكون تقعد اسبوع بالتلاجة ما بتخرب عجينة الكنافي صارت عندي ماسكة وجاهزة بالنسبة للجبنة اللي استخدمتها جبنة الشيخ هايدي جبنة نابلسية محلاية جاهزة لا بدأ انكن انتو تحلوها ولا تقعد تاخد منكن وقت وهي للحلويات وللمعجنات ممتازة بتلاقوها امتلجة عند بيت المون الاردن الفلسطيني موجودة عندهم انا رح حط لكم اكاونتهم تطلبوا مننا او اذا ما توفرت اللي برا لكواد فيكن تحلوا الجبنة بس اللي جوة لكواد رايحة حالك وما تحل الجبنة وما تغلبي نفسك جاهزة للحلويات وعجينة الكنافي لا تقعد تحطي لها صبغة كل الالوان متوفر وطازة بس بتوزع الجبنة زي ما هي منطلعها منقطع قد ما بدنا مننا من الفريزة ومنرجع الباقي على الفريزة احسن ما تخلوها بالتلاج اذا ما بديك تستخدميها وزعت الجبن فوق عجينة الكنافي اللي تماسكت عنا بهيد الطريقة وهلأ القشطة هي وسخنة بدلقها فوق الجبنة على طول هلأ فيك تحطيها هيك صارت عندك جاهزة وتخبزيها بالفرن او على عين الغاز صارت عندك جاهزة بس انا دايما كنافتي جبني وعليا قشطة من اول ما فتحت انستجرامي وانا بنزلكم طريقة الكنافة انها جبني وعليا قشطة منحبة هيك شوفوا القشطة دايما بنصحكم انك تطحنيها بهيدي مطحنت الشربة بتطلع معاك نعمة وما فياك كتل فيه ناس بحطوا القريشة على الحليب بتطلعوا بالقشطة تعيتهم بتكون لسه فيها حبيبات مدابة كويس وزعت القشطة هي وسخنة وبقى القشطة بتحطي عليها نايلون وبتحطيها بالتلاجة وزعناها بهيدي الطريقة هي وسخنة فوق الجبنة هلأ بس كحماية للقشطة عشان ما تعمل طبقة بالفرن برشي عليها رشي بسيطة من عجينة الكنافية اللي أنا حطيت عليها السمنة تركت شوي عجنب فبوزعها فوق الجبنة بهيدي الطريقة شايفين كيف وهلأ عم بوزع العجينة الكنافية ما تكتروا بس طبقة خفيفة بتحمل قشطة بالفرن وما بتعمل هيدا القشطة البنية من فوق شوفوا كيف وزعتها كلها سوا أنا حطيت الكنافية بالفرن ربع ساعة الفرن كان حامي وتطلعها وبعملها على عين الغاز بهيدي الطريقة بدك تضلك تلف فيها ما تخليها بمكانة أبدا دايما نلف فيها على عين الغاز بس تشوفي عجينة الكنافية على الأطراف فصلت عن بعضها وصارت أرس واحد إذا حركت الصينية بتحسيها صارت أرس واحد معناتها أنها خلاص استوت عندك وصارت وتحمرت كتير كويس بدك تضلك تلف فيها على عين الغاز زي ما أنا عم بعمل أنا حطيتها ربع ساعة تحت بالفرن على قريب كتير على أرضية الفرن هلأ شوفوا خلاص فصلت عندي على الجوانب وصارت عندي أرس واحد ألبتها بتقلبوها بتعطوها كمان شي أربع دقايق من الميل الثاني عشان تاخد تحميرها هيد العجينة اللي أنا حطيتها على وش القشطة بسيطة وخلاص هلأ منقدمها لما تقلبوها خلوها شوي هيك ومنشيل عنا الصينية شوفوا مشاء الله تبارك الرحمن غير شكل وهلأ رح نشيل الصينية عنا على فكرة مو محترقة محمرة بس على التصوير من فوق بتفكروها هيك اللونس على أشقر بن شوي غامل بس مش محترقة أو سودا بس هيدول هيك ورشينا عليها القطر وحطينا الفصطق الحلبي وقدمناها تبارك الرحمن طعمتها رهيبة كتير طيب الجبنة العجينة ممتازة مش سميكة وسهل تشكلوها شو ما بدكن محشية متل ما بدكن بتتشكل شوفوا مشاء الله عم نقطع دايبي دوب طلعوا الجبن شوفوا كيف بتمط معكم إن شاء الله تكون بالتصوير واضحة طبعا أبو طلال وهاشم ابني أول ناس عم بيستنوا حصتهم بالعافية على قلبهم شوفوا الجبن دايب دايب دوب وحلو ومش مالح أبدا والعجينة ممتازة وهيدي كمان شوفوا كيف الجبن إن شاء الله استخدموه للحلويات للمعجنات لشو ما بدكن كتير مميز بالتقديم وبالطعم وعلينا وعليكم بالعافية كنفتنا صارت جاهزة القشطة جربوها واعتمدوها لكل أنواع حلوياتكن وجربوا طريقتي في هذه الكنافة إن الجبن وعليها قشطة وقدموها وشوفوا شو طيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر